اشتركوا في القناة نعم يعني قضية ان تنشأ عصير قدرية جديدة كانت العملية متروحة من قبل فهو فقط اللي حصل في المؤتمر هو ظهور الفكرة ديان او يعني ترجمة الفكرة ديان الى اعلان رسمي من الدولة بوسط يعني في حضور سيد رئيس الجمهورية وامام يعني حشد على المئات او الالاف من الحضور والملايين من اللي شاهدوا هذا المؤتمر على وسائل الاعلان وبالتالي الفكرة مش جديدة ولكن الاعلان عنها هو اللي تم في هذا المؤتمر فكرة بقى وجود اولا القاهرة طبعا الحالية ضخمة جدا كبيرة جدا فيها اولا يعني لها طبع خاص اكيدا لها تاريخ لها لها تراث هذا الشيء لا يمس هنا بنتكلم على ايجاد كيان اخر مهم اه كبير يسعى انشارة اقصادية وادارية كتيرة مطلوبة في المستمر نعم يعني حرك متخيل ان هذه العاصمة الادارية الجديدة اللي هي المفروض نعم باسمها القاهرة وإلا هنتطر ندخل جوه يعني مشكلة دستورية يعني انا فاكر حتى لما كنت تتخيل مش حد يتحدث عن اسمها لسا ما احنا الدستور عندنا بيقول اه يعني مادته بيقول جمهورية مصر العربية وعاصمتها القاهرة وبيتكلم على الكثير من الامور على الكثير من الهيئات اللي هي مفروضها تنقل العاصمة الادارية الجديدة لابد انها تكون موجودة في القاهرة حدك طبعا متذكر قصة المحكمة الدستورية ومحافظة حلوانة فراحة محافظة حلوانة يعني احنا حاطين بعدها فهل حلوطك المشاكل الدستورية في رأيك هي اللي هتحل اولا ولا المشاكل اللوجستية لا ولا صعب جدا ان انت تنزع عن القاهرة الحالية اسمها لا بالتأكيد ولكن القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية الجديدة لا يمكن ان توطيها ايضا اسم اخر الا اذا وليه انا ماذا ده ما فكرتش فيه لكن انا متخيل انه اه المقصود اه هو ايجاد كيان كبير يسمح بالتوسعات في النشاطة الادارية والمالية اه اه في هذا المكان اللي هو منتبط اكتر بالقاهرة ومنتبط بالتطور الاقتصادي المتوقع في منطقة اه قداد سويسيا انا بس وحبيت احذر حضرتك عشان هتبقى احتمال دي كمان تنضم ليك وتبقى انت مسؤول عن الاتنين احنا بيكلم لسه على يعني وقت اه ربنا ادي احداك الصحة وطلق ما احداك موجود وتعطي ليه لا الله اي شاديك اشكرا جدا طيب معالي وزير بدأ تطبيق حظر انتظار السيارات شارع 26 يوليو من بدايته في مدان الاوبرا لحد تقاطوها مع شارع رمسيس يعني في الاسعاف اي شارع 26 يوليو ده مجرد بداية ويعني خطة المحافظة ايه اذا كانت هي دي البداية لا هذا مش البداية احنا بدأنا بالفعل بان اكتر من شهر ونص الوقتي واصر العيني ودي احد الخطوات يعني احنا دلوقتي حاليا محاور رأسية كتير جدا في وسط القاهرة ممنوع فيها الانتظار قطعيا في اي وقت الوقتي تشمل شوارع اصر النيل وطرعة حرب وعدخال اصروت وعدلي والجمهورية واصر العيني والتحرير وشريف ومحمد فريد دلوقتي انا معرفش انجلت انت اخر مرة وقت انت القاهرة امتا وقت انت القاهرة دلوقتي يفرح صبح وليل يعني الدنيا فيه الزوريات دائرة الموضوع الموجود العربية بتتسحب اي عربية هل الوقوف هو الممنوع ولا الانتظار هو الممنوع والوقوف طبعا ممنوع ايضا وفيه متابعة يعني مستمرة سواء من قبل مرور القاهرة او من احياء محافظة القاهرة اللي تقع هذه الشوارع في نطاقها ووسط القاهرة الان يفرح شوارعه الرئيسية ولكن شوارعه الفرعية تكدست بالسيارات تماما طبعا ووسط القاهرة فيها ناس سكنة ووسط القاهرة فيها اماكن عمل ومحلات تجارية وبنوك وغيره احنا اللي بنتكلم عليه الشوارع الرئيسية واحنا ما عملناش كده غير لما تأكدنا انه مجموع الطاقة اللي موجودة في الشوارع الفرعية او في الجراشات اللي انشأت تكفي حاجة وسط المدينة اللي لقيت عندنا جراش التحرير ومعه جراش عمر مكرم بنتكلم على 2300 مكان وجراش الابرة وضراش العتبة وجراش البستان وجراش الفلكي وجراش عمين امرياض ده عندنا ما يقرب من خمس سلاف مكان ما بين هذه الاماكن الجراشات من اضافه الى الشوارع الجانبية وبالتالي يعني هناك فرصة يعني نحن نعيد الانضباط لوسط القائرة بدا ما قلت يعني حتى ده سبقه قبل كده طبعا نقل الباع الجالين من وسط القائرة وده كان الكثير كان يطالب بيه والحق ليه بعد كده ما يحدث فيه من افتتاح جراش التحرير واحنا قلنا لما افتحنا جراش التحرير ان ده لن يكون هو هدف حد ذاته ولكنه وسيلة سوف تستخدم في اعادة سياغة وسط المدينة وهو ما يحدث الان وانا احب يعني احيي لكل تادى المواطنين لانه انا يعني فيه استجابة واستجابة البعض قد يتضرر بعض الشيء ولكن المصلحة العامة هي المفروض انها تجب دول العالم كلها المدن الكبيرة كلها فيها نظم لإدارة منطقة وسط المدينة فيه مدن لها نظام يعتمد الالكتوريا على كل من يعبر خط وامي يحيط بوسط المدينة ده يضيف يعني رسوم عليه في اتغراج الرخص وغيره حاجات دي موجودة من 30 و40 سنة في لندن و هونكوم وغيرها من المدن الكبيرة في العالم احنا معملناش كده لكن احنا قلنا انه المواطن اللي متسر انه يستخدم العربية واصل لوسط المدينة عليه انه يركب في مكان ويتحمل بعض التكلفة وإلا قدامه بداء الاخرى انه هو يستخدم وسائل غير السيارة الخاصة لوسط المدينة في اي حتة مكان محدود وليس من المطلوب انه كل واحد بيقضي اي مشوار في وسط المدينة لابد ان يحضر بالتخدام العامة الخاصة يعني طب يعني حالك في الحالة دي احنا سمعنا عن موضوع توافر ميني بسات بتنقل الناس من الجراجات الكلام ده موجود وهل حالك اكيد لان انا حالك عادة بنلاقيك بتتحرك على طول في طول الوقت حالك بتلتقي بالناس الناس فعلا شايف ان الموضوع عملي ده ولا العداد مش كافية ولا ايه لا ده العداد اكتر من يازم كافية ايه طبعا احنا على فكرة لما جينا افتحنا جراش كعير كان عمالنا ده سيناريو في غهننا ما هو يجب ان يتلطب على كده وبالتالي وشوفنا عداد الناس وشوفنا بالتالي عداد الاتريسات وطلبنا الاتريسات ديان واشتريناها من اربع خمس شهور قبلها وعملنا لها تصميم مختلف ومواصفات مختلفة وهكذا والعدد كافي له مسارات محددة وله يفت محددة مختلفة موجودة في الشوارع والكثير من المواطنين بيستخدموه وادعوا من لا يستخدمه ان يستخدمه يعني هم موجودين عند يعني اساسا موجودين عند الجراجات بدايتهم عند الجراجات هم بيدقوا من جراج التحرير كده خدمة جراج التحرير دون قسين وسط البلد ويبقى تحرك من جراج التحرير ولو عندنا ثلاث خطوط بتلاث مسارات تغطي معظم وسط المدينة وتذكرة بجنيه ومكيفة ومنضبطة ليه توقف عند جراج العترة بقى ليه توقف عند جراج البستانة عشان ياخد الناس من هذه الجراجات برضه هو له مسارات احد الخطوط انا متأكد ان بعض ان الخطوط ديان بيعدي عند البستان وبعضه بيعدي عند جراج في شارع الجمهورية وبعضه بيعدي في ثلاثة وعشرين يدوه انه بس المسارات تحديدا لا تحضن دلوقتي لكن المطارات ديان محسوبة ومحددة وشكل المحطات مختلف وانها تقدر تشوفها وهتدان ايه موضوع ان جراج التحرير في مية وتصرب مية قريطة في واحد من الجراجات؟ لا دا الناس اللي هم مش عاديين الناس تفرح بأي حاجة فعلا مفيش هاي حاجة اتلقى خالص اتلقى يعني احنا كان عندنا حد من زميلنا حاول النهاردة ان هو يدخل الجراج عشان خاطر المواطنين كلهم يدخل الجراج يعني يدخل يصور فمنعه طبعا ان هو يدخل يصور المواطنين كلها اتلقى اي حد راح بعربية بيك العربية بيخش الجراج الجراج دا مواش حاجة مثلا في النوبة بحيس انه الناس تتعب عشان توصل وتتحقق من المعلوم يعني حداك لما قرأت طبعا زي حد روحت روحت قلت انا عايز يشوف المكان لا مش حد روحت انا المكان دا قبل ما يفتتح واي حد يخشه انا كنت هناك بقالي 7-8 شهور صحيح كنا نتبعين حضرتها اعرف انا عارف كوي اه اللي موجود يعني لكن دايما كده اي حاجة في بدايتها انا تحب تحط عليها ملح اي حاجة تخليها انا افكر طبعا زمان حداك اكيد تتذكر حداك قبل ان تصبح محافزة يعني اللي كان مثلا في نفس الكلام بيقال واسوأ منه على نفع الازهر بالضبط يعني نفع الازهر وتقول ان هو هيشوي الشارع والهوايات بتاعته هتعمل كذا وده هيضمر الدنيا النهاردة بتعالي نفع الازهر بالنسبالنا ممر حيوي ده تتوقف حقيقي احنا وردنا فيه موجود كبير جدا في اخر سنة من ناحية كنت طلبات الامن والسلامة والحريق والمرأبة ونطلب التتبع داخل الجراش جراش ده له جهاز بيديره طيب طبعا المشاهدين عمرين بيبعثوا حاجات كثيرة جدا لكن طبعا يارب يكون كويسة نجمعها طبعا الناس بتطلب في حاجات محددة بمعناها يمكن ابيل كثير من الاساسيات تم حل مشكلتها يعني مع العلاج اللي بتقول ليه بيهدموا مأصورة السباء اللي قدام الميريلاند هذا المبنى التاريخ الجميل ليه بنهد تراثنا وطاريخنا برغم انه ممكن يبقى مظاهر سياحي واقتصادي مين اللي بيهدموا لا دي معلومة جيدة لا دي معلومة جيدة من البالي وانا اشوفها لأصورة السباء امام الميريلاندي بقديم من حداك اللي هتبقى مطروحها طبعا نشوفها يبقى ببقى ان احنا روحنا ناحية الميريلاندي بقى خلينا كده ايه شرق القيارة عشان شرق القيارة واضح ان هو ليه الكثير من الامور اللي مزعلة الناس جدا واولها طبعا الموضوع الميريلاند مراسلنا التاني يعني الخيبان الاولاني معارش يدخل جراج التحرير لا انا بستغرب على فكرة ده اول كان ممكن يوحد عربية وخشت يركب في اي مكان يجيبه في جراج التحرير احنا اشتري له عربية ممكن عشان مكنش مع عربية الطاني راح يدخل الميريلاند مدخلوش الميريلاند نهاردة وقالولو احنا مش تابع المحافظة احنا تابع شركة مصر الجديدة والكلام اللي كنا بنسمح ميه في الاول ده خلاص خلينا الاول نتخلص من شوية مشكلات برنا ان احنا عارفين كويس ان في ناس من مرشحي المجلس النواب استغلوا الازمة اللي موجودة عشان خاطر يكسبوا بيها بنت وخلوا علوا الموضوع ولكن في النهاية انا من سكان مصر الجديدة وليه اصدقاء كتير من مصر الجديدة وكلهم مستقين مما يحدث في الميريلاند زي الصورة اللي قدامنا اللي حالك شفتها بعينك بنفسك اللي حالك زرت المكان ايه الحل لان اللي جايلنا لغاية دلوقتي ان العمل يستمر ليلا ولا يتم النهارة ايه العمل لا انا اقول ساتك الوضع القانوني للموضوع الوضع القانوني للموضوع انه انه اه ضاحية مصر الجديدة الولاية على الاراضي بتاعتها تتبع شركة مصر الجديدة لإسكار والتأمير وشركة مصر الجديدة احد شركات الشركة القبضة للتشهيد ومن الشركات اللي هي تشرف عليها ودير الاستثمار وانه منذ حوالي سبع ثمان سنين هذه الشركة قد طرحت على المستثمرين عملية تطوير جزء من حديقة المريلانت والمستثمر الحالي كان هو اللي رسع عليه هذا العمل من خمس ست سنين وفيه خلافات ما بين الشركة وبين هذا المستثمر منذ هذا الوقت مع مطالب الدخلية بانشاء جراج لا فيه قبل كده كان فيه مشاكل في تفسير العقود وغيره ما بين الطرفين وحصل انه الشغل اللي عمله هذا المستثمر طلعت له قارات ازالة ونفذت فيها قارات الازالة كلام ده كان يمكن 2009 2010 تقريبا ثم اعيد طرح المشروع مرة تانية ورسي على نفس المستثمر بشكل بشكل جديد هذا المستثمر ينفذ المشروع كما تم الاتفاق عليه ما بين شركة مصر جديدة وهذه الشركة ويأخذ تراخيصه في الانشاء من ناحية الانشائية ومن ناحية المتطلبات الحماية المدنية وغيرها من محافلة القائرة المشروع ده له متطلبات في اماكن وقوفة للسيارات هذه الاماكن المتاحة داخل اطار المشروع المسند لهذا المستثمر لا تكفي العدد المطلوب فمنذ ثلاث سنين تقريبا وبناء على طلب مرور القائرة تم طلب زيادة اعداد العربيات بخيمة معينة اعتقد مئة وسبعين مكان او مئة وثلاثين مكان مئة وثلاثين مكان ففي هذا الوقت كم الاتفاق ايضا ما بين الاطراف ان شركة مصر الجديدة هي الشركة التي سوف توفر هذا العدد الاضافي وليس المستثمر الاصلي وشرعت شركة مصر الجديدة في تنفيذ هذا وهو ده اللي نتج عنه موضوع تقطيع الاشجار الذي تم وحطل ان محافظ القائرة اوقف الاعمال سواء التي يقوم بها هذا المستثمر او تقوم بها شركة مصر الجديدة الى ان يتم بحث الموضوع بكامله ويتم بحث الموضوع في الجلء الخاص بالنواحي البيئية بوسط دكتور خالد فهني البيئة وبحضور نائب محافظ القاهرة وتم الاتفاق على انه لن نبدأ ولن نسمح باعادة الاستئناف الاعمال دون ان تخرج هذه اللجمة التي ادقصها ودي البيئة بقرار نهائي في هذا الموضوع وهو ما لم ينتهي حتى الان الخبر بقى انت تقول لي بيشتغلوا الان انت معت المعلومة دي ان انبارح وعول انبارح وده هتبقى مجال بحث لانه هذا الحدث تبقى فيها مخالفة جشمة طيب الدكتور خالد فهني كان ضيفي اول انبارح هنا في البرنامج هستأذن حدث ان احنا نروح لفاصل ونرجع نتكلم خارج الوضع القانوني ما يحدث يعني كواسنا حدثك بتتابع فعلا وبتصلك اخبار استمرار العمل الليلي لكن بعد الفاصل هنستمر في نقاش موضوع الميريلاند وغيره من الموضوعات اللي عاملوا صداع شديد جدا لاهالي مصر جديدة وموضوعات اخرى في شرق القاهرة في مدينة نصر وغيرها ثم نعود الى القاهرة وسط المدينة والتي تستعد لاحتفال كبير وايضا مناطق اخرى مثل المعادي نبقاكم بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة اخرى ارحب بمعالي الوزير الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك في الفاصل كنت بتقولي فيه اتصال جاء لحضرتك من رئيس الحي مش كده اه مليس حي مصر جديدة بقولي مفيش اي حاجة بتتم في المقصورة بتاعة السباق اهلا اي حد بيعمل داي بحد بيتعدى على املاك الدولة بيعمل حاجة اولا يعني انا متأكد 100% انه لو كان حاجة بتتم مش احنا بنعملها دي اول حاجة لكن هو الكلام رئيس الحي انه اه يعني لا شيء يحدث لك سواء مننا او ما اي حد جابنا انا اولا المكان ده مكان له يعني مسجل ليس يعني بهذه السهولة يستطيع اي حد اي حاجة في المكان ده طب هنرجع حاجة للميرلاند لكن قبل كده عايز اتكلم على صورة مصر جديدة كلها على بعضها صورة مصر جديدة طبعا يعني احنا عارفين ان احنا شفنا الانجاز اللي تم في وسط البلد فشايفين انه من الطبيعي جدا ان تكون هناك حلول مش حلول للجراح بتاعة 30-40-50 سنة بس على الاقل للجراح بتاعة الاربع خمس سنين من ساعة الانفلات اللي حصل مصر الجديدة حالها مزري ايه القربة طبعا حالتها صعب جدا بالباركين بتاع العربيات اللي موجود صفين وثلاثة بالاماكد اللي اتعملت مثلا عند قدام الميرلاند اللي اتعملت عشان تأمن بعض الاماكد اللي موجودة هناك فتعملت سلسلة واخده نص متر 3-4 متر وبانتروا هالعربية تركنا بعدها انا مش فاهم وكأن التفجير اللي هيبقى النص متر ده هو اللي هيفرق وطبعا حالة المنطقة اللي موجودة فيها بقى مش جائلين بقى الشباش بغازة مصر الجديدة بعنف هنعمل ايه لا هو طبعا انا عبدا ان انا احيي ابناء مصر بجد وطبعا انا بروح لهم الناد كتير وهم يعني اه هما قطيب من بتوع الزمالك اللي مش عايزين متر دول يعني هما قطيب من بتوع الزمالك مصير كلهم حلوين لكن العودة انا بحييه وتشغل الصغير بالذات متحمس جدا اه للحفاظ على مصر الجديدة مصر الجديدة طبعا بتوعاني زي كل القاهرة من قضايا منها قضايا للدحام الشوارع بالعربيات لكن احنا في هذا الاطار احب اقول ان احنا بنفذ جراش حجمه يعادل حجم جراش التحلير اه في مصر الجديدة في ميدان غرناطة قريب جدا من ميدان روكسي وده هيبقى اول جراش يعمل بشكل اوتوماتيكي بمعنى اه انه العربيات السواء مش هيخدها ويدخل بيها داخل الجراش ويركب بيها ديه نعمتها تتوصل وهتتنقل بشكل اوتوماتيك وتروح الجراش وتخرج منه وهكذا وهذا عمل يتم حاجة هايتك خالص وهذا عمل يتم بالفعل يعني مبتكلمش على حاجة سوف تفعل حكوماتي بس ده مش معناه هدم غرناطة لان احنا سامعين ان هناك هدم الغرناطة ليس بص ليس هناك اي علاقة مبين اه يعني اه اي شيء جديد مفيد مبين هدم تراوس ده الاستاد ده معصورة السباق عافية المكان ده مسجل اه مع هيئة الاثرار ومع تلتيق الحضاري والمساس به يمثل جريمة ويعرض طاحبها للمساعدة والتنصيق الحضاري هو اللي حطت الكاوتش اللي كنا شايفينه من من شوية ده متالي هاي انا المكان ده محافظة القاهرة لا تستطيع ان تدخل ان تدخل ان تقتلق اصواره وتعمل في اي شيء ملك من شركة مصر جديدة لا ده تراس مصري ده تراس مصري احنا لا احنا ده موسئولية تنتيق الحضاري ووزارة الاثار واحنا كمحافظة لا نستطيع ان احنا ندخل داخل هذا المكان ونقوم بأي عمل وإلا نعارض نفسنا واي حد يعارض نفسه نفسه تحت ضائرة يعني نتكلم مع وزير الاثار يمكن هيفتح على مرحلتين المرحلة الاولى منه غالبا هتبقى في يونيا 2017 يمكن 2017 يوم الحالة التانية بعد كده بعد كده بسنه والعمل طبعا ده كله تحت الارض ولو نظام انشائي طيب الحاجة ده ده فرام ووز ده اتحطرت في ميدان التحرير فالبنى بيبقى من فوق لتحت ولاشا من تحت لفوق طبعا فيه نظام كتيرة جدا مطلوبة لعملية الديو وطرينج وعملية النسح المية والحاجات ده كلها نظام الميكانيكل بتاعه كله الان بيصمم في كوريا ويشحن الى مصر ويركب مع انتهاء الامال الانشائية انا اعتقد ده احنا هنستخدمه بقى كنواة لعادة احياء منطقة وسط مصر الجيد دائما عملنا كده باستخدام مدان التحرير اتخذنا الجراج ده كبداية لصياغة وسط القاهرة ممكن انه يلتعدا كبداية لصياغة منطقة مصر الجيد انا بس عاود اقول ان البلاند ديت او التاريخ المخطط قد نستطيع ان احنا نختصره لان احنا بنتابع الامور بشكل جيد وانت انا اعود اذكر سياتك انه جراش التحرير انجز فيه خمسين فى المية من العمل فى اخر تمن سهور او اخر تتعة شهور مقابل خمسين فى المية اخرى تمت فى خمستاشر سنة انا بناعمل نوع من المتابعه اللصيقة اليومية بحيث انه مفيش حد يقول انا وهو بعتلي وكلام من ده الحاجة اللي عرضت تحل في اسبوعين ثلاثة ممكن نحلها في ساعتين ثلاثة وهكذا والعمل بيسير على قدم وصع ده جزئية الجزئية التانية احنا حاليا مثلا بنعيد تطوير او عادنا تطوير بالفعل ميدان روكسي وعادت رصفه بشكل جديد واحنا والدخلية عملنا مجود كبير جدا في نقل كل الباعة الجادين ومودين في ميدان روكسي قد يكونوا دخلوا في بعض الشوارع الجانبية لكن هما مش موجودين في ميدان روكسي الان احنا حاليا بنعمل محاور جديدة في منطقة مصر جديدة شرع المرغاني انا اجعب انه من اشك الشوارع في مصر دلوقتي وقريبا منه في مصر الجديدة برضو في شرع الصورة احنا عادنا تطويره مرة مرة اخرى قريبا منهم بقى في شرق القيرة في عبد الحبيب بدوي ايه في النزهة وفي شفع الباس نزهة محلته صعبة ايه نزهة حلته يعني رهيب لا احنا شارع بحيب بدل الوقتي ايضا من الشوارع المتبهرة نبيل الوقت والمنطقة دي كأسا حالك اولا احنا عملت جهد مشكور بحيب بدل غير نبيل وقاية انا بكلم نبيل وقاية متفرع من النزهة اي اي يعني انا بكلم على ان في جهد مشكور كبير في جهد خارق طبعا يعني بنشكركم على هذا الجهد بس النهاردة مثلا في موضوع بتاع اجنسات العربيات اه حطيت المخالفة على الناس والالف النيئة على العربية والعمالة ومدينة ومدينة بالليل بقى ويوم الجمعة مرتع كل الجماعة بتاع الاجنسات دولة تيرجعوا العربية اعافين محدش نعدي عليهم بالليل؟ لا لا احنا نعدي عليهم بالليل وفي النهار وفي اي وقت طب مالش معنى بيفرشوا بالليل؟ لا معلش هنقولك بس على الحال بس هو يعني لما نقول ان في حاجة معانا انا امانها مش معنى كده ان الكل هتزن بها لكن احنا من ناحيتنا بننفذ القرار اللي هتطلعناه انا عارض اقولك ان في اخر 3-4-5 عسابيه مجموع الغرامات التي دفعت تفوق المليون جليه في فترة 4 عسابيه دريبا او حاجة لكده ويحنا مستمرين على الفكرة وحصل التطور يعني مش عام دي ميزانية جديدة هي فندم يعني تمام خليهم في نص عربيات نصرفهم في نص فرمال وفرفهم في نص يوم دي ما خشش جبنة دول بيخشوا في ميزانية تطوير المدينة احنا معظم الحاجات اللي عملناها في مصر جديدة وفغيرها لم تكن مدرجة في اي خطة نعم يعني العمل اللي احنا عملناها لم تكن مدرجة في اي خطة لكن هي العبرة او يعني الهدف ليس هو جباية فلوش من الناس بقدر ما ان احنا عاودين نضبط الاقاع انا عاود اقولي ان ظاهرة اجنسات العربيات خفت قد يكون بنضبط 50 الى 60% ولكن انا مش في مدينة مصر على وجه الخصوص نعم تجيء اتنسى على وجه الخصوص وفي مصر الجديدة على وجه الخصوص انا مش عاود باشت اسكر اسماء جراشات حتى ما نعملش دعاية او حد فيهم يرفع قضية عليها ولا حاجة لكن احنا يعني انا برضو كنت عايز اقولك اسامي وتراجعت لا 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 يعني اسامي بالعكس اللي هي بتاعت بالليل تروح فاردا اه بساحنا برضو بنتابع الحاجات ديال واحنا من 4-5 تيام كان عندنا حملة كبيرة جدا ساعة 12 بالليل وانا على فك انا باندل برضو 14 بالليل و 12 بالليل واشوف حاجات انا عايز اقول لها فك انا ضد قطع العش انا الهاردة لما بشوف حد مثلا من الناس يعني واحد مثلا فتح كشك فتح محل صغير ما بقولش يعني ولا عامل بكي حتى واقف فيها بقول بارك الله لي ربنا يرزقه لكن النهاردة حالة بلطجة شديدة جدا في الحتة بتاعت الكربة دي في ضغط الوقسي والكلام دا كله انا والله دخلت في يوم من حوالي ممكن 8-9 شهور في المنطقة هناك انا ما تخيلتش ان انا في مصر جديدة ما تخيلتش ان انا اه انا تخيلت ان انا انا تخيلت ان انا في سوق زنانيري زمان هي اتغيرت بس انا عاود اقول ايه المنطقة برضو بتتكلم على الحاجات دي اوانا عندي ملاحظتين اول ملاحظة انه الناس تقول اه 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 لأمور كذا وكذا وكذا وتعملوش ليه وبعد شوية يقولوا ايه بس مش عاديل يلقتعيش هتا يلا انا بقول فتر حتى الناس بسيادتك بتقولها وكل ده برضو بي اه بي اه لا العظي مش عايز بانا محرد بس يلم نفسه احنا بتطبق القانون انا بقول المصلحة العامة تجب الخاصة نعم يعني متى لما حد يبقى عنده اه اجنس عربيات وهو يشاري مكان او مؤذر مكان مساحته عشرة فعشرة خلاص مين اللي قال انه مقابل كده ياخد عشرة فعشرة زي ايه لا ياخدش عشرة فعشرة ياخد الف متل ايه مين اداله حق ان يستخدم الرصيف بتاع كل الناس ومين اداله حق ان يستخدم الشارع بتاع كل الناس مين ايه مين طيب حتى لو شهرتك قلت مش عاود اقطع ايه شو انا بتكلم على منطق يعني العصدي ابتدي الاول بمن تجبر وفرش الشباشة بقى مش عربيات بقى لالف متر ده فرش الشباشة بقى لالف متر ده فرش الشباشة بقى لالف متر يعني شيء يعني مؤذر صح احنا بنتفضل الحاجات ده كلها وكل حاجة ده بتتم بالقانون واه احنا يعني عادين نقول ان احنا في مرحلة فيها شعور ما يطلق عليه يعني سلوك مع بعض الصورات اللي هو الناس بتبقى حاسة ان هي تستطيع انها تفعل اي 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 شيء وكل واحد تكلمه وقولك احنا ما قمناش بصورتين عشان كذا كلام من ده انا شايف ان ده حق يربي يعني 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 متكلمة حق يربي اه العملية انه بالعكس انت قيام بصورتين عشان تعيد للبلد النظامة بالضبط كده بالضبط كده بالضبط كده طب انا مش عايز اطيل في مصر الجديدة عشان ما بقاش متحيز لهذه المنطقة يعني لكن حضرتك الشعور اللي عند الناس ان شركة مصر الجديدة الاسكان والتعمير هي دولة داخل الدولة تفعل ما تفعله وتضرب بعرض الحائط يعني كل شيء لا سكان فرقين معها وعفوا ولا محافظة فرق معها ولا دخلية فرقها انا اعتقد كمان ان شركة مصر الجديدة تعرف ايضا يعني حدود سلطتها وانحنا عندنا داي مصر الجديدة في شركة مدينة مصر وانا امتياز مدينة مصر وعندنا شركة مصر اللي هي امتياز المؤطب وعندنا شركة المعادي وعندنا ضهراء المعادي دي كلها شركات بنفس الكيفية تتبع الشركة القبضة للتشهيد وهناك علاقات منضبطة جدا بيننا وبين هذه الشركات يعني قد يكون في وقعة مريلاندا بعض الامور الناس يعني اخذتها بالرعلة لستك بتقولوا لكن شركة القبضة دي لها رئيس لا رئيس ولا وزير لا لها رئيس ولا وزير وهم على قدر كبير جدا من المسئولية ورئيس الشركة القبضة بنتواصل احنا تعريبا يعني بشكل يومي وهذه الشركة تابعة لرئيس الشركة القبضة واذا كان هناك اي شيء يعني يعني يحتاج الى يعني اعادة صياغة بشكل يعني يريح الجميع فهناك يعني مسئولين عن هذه الشركة ومزراء طيب زي ما نتكلم طول الوقت مع سيد المحافظة عندنا الوزير اشرف سلمان نتكلم معاه عشان خاطر وضعنا محدش فينا رحله على هذا الموضوع لكن الوزير اشرف سلمان مسئول عن ما يحدث من احدى الشركات التابعة لأحدى الشركات القبضة التابعة لسيادته فلابد ان احنا نعمل ده في وسط البلد حضرتك في اختراع جاي من عصام شنودة انا كنت شفت ده معمول في هادلبرج في المانيا الشوارع الجانبية اللي هي طبعا الناس طبعا بعد ما تم تفضيط وتفريغ الشوارع الرئيسية قال ان سكان المنطقة بيعانوا بطبيعة الحال انا شفتها في المانيا ان بيبقى العربية اللي بتكن بيبقى السكان ليهم باجات معينة بيحطوها على العربية عشان خاطر يتقال ان دول من سكان المنطقة ليهم احقية مثلا في عربية واحدة ان هو يركنها في الشارع بتاعه؟ الشارع بتاعه الشارع الجانبي اه ما احنا مش ملعين اي الوف شمالة جانبية؟ لا انا قصدي بدل ما بيروحوا الناس يحتلوا من خير اللي جاي بقى اللي مكنوش بيركنوا برا بيركنوا عندهم جوا فبقى السكان بيعانوا فلماذا لا يتم التطبيق مثل هذا ان الاولوية تكون لسكان هذا الشارع ده اقتراح جاي من عصام الشنودة هل ده ممكن؟ لا كل حاجة بمكانه احنا عملنا حاجة بعالي الشكل خاص باسعار الجراش التحليل بالنسبة للسكنين في وسط البلد احنا خفضنا لهم بالنسبة حوالي 25% عن باقي الناس بلوجة برقم قومي او رخصة العربية ده بالنسبة للجراش التحليل ده بالنسبة للجراش التحليل لا ما دخلناش بقى في التفاصيل دي طيب هل من الممكن ان ينظر فيها؟ طبعا كل حاجة بمكانه شاكرا حضرتك برضو عندي اسامة بيقول بيت الامة بتاع سعد الزغلول عليه فاسدين على الحياة السيدة المحافظ بص انا مهتم جدا بالموضوع ده بس الظاهرة دي انا على فكرة عمرها اكتر من 20 سنة تمام ماشي الشارع اللي جان بوضلة الاسكان والتربية والتعليم والانتاج الحربي بيتباع فيه حاجات من 20 سنة لاش هتلاع علاقة بهذه المنطقة ولا بالانتاج الحربي ولا بالعكش ده يعني يصلنا بالتعليم بعض الحاجات يصلنا بالتعليم اه 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 احنا حاليا هذا الموضوع بنتابعه متابعة حسيسة اه جدا وحصل يعني ترتيبات بتاع رئيس الحقيقية تها جنب بيقوم بيقوم بيها واعتقد ان احنا خلال اسبوعين ثلاثة هنستطيع ان احنا نعيد سياغة المنطقة دي بشكل افضل ان شاء الله بابن الله اماني بتقول اكبر تحية لمحافظ القاهرة على التغييرات الجزرية المبنهجة في القاهرة مستحيل رفع القمامة اكتر من كده الا لو الناس اتعلمت النظافة بس ناهد نافع بتقول يا سيد المحافظة الامن سكان مصر الجديدة ونريد التخلص من القمامة بتكليف سكان مصر الجديدة بهذه العملية بشرط اعطاء القمامة لهم ايه مش عايف يعني اعطاء القمامة لهم انا مش عايف بالفعل احنا اخلي بالسيارتك الناس كلها فاكرة انه احنا مثلا ايه مش عارفين هنعمل ايه في القمامة اللي تندقى الفقايرة وبنصحة الصبح كل يوم نقول ايه يا ترى نعمل ايه النهاردة لا لا ده العملية فيش كده امدى انت عارفين لأ مش عارفين احنا 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 ده لو عمسوا ده لو قلنا مش عارفين ده احنا ده في مشكلة وكاد تحضر بقارسة بيئية في القارة انا بس عارض اقول لسادة المشاهدين الكرام عشان يقدروا حجم القضية القاهرة ينتج فيها تقريبا 40% او اكثر قليلا من حجم القمامة التي تنتج في الجمهورية وبالتاوي احنا بنعالج وبنتعامل يوميا في 40% من الظاهرة في الجمهورية وازعم ان القاهرة قد تكون من انضف المحافظات في مصر الان عشان ما ستبقى يعني نتكلم مش على هل تتكلم عن القاهرة او القاهرة الكبرى التي تنتج 40% قاهرة يعني حتى الجيزة اللي عندها هزا الكاميرا من السكان المخصرين فهي العملية ملاش علاقة بعدد السكان هي لا علاقة بلانه حجم المنتج من الاسرة لا ولاقة بالقدرة الشرائية القدرة الشرائية ولا ولاقة بالدخل الاسرة فتلاقي بعد وزيد البيئة كان بيقول ان الاسرة في العادي بتنتج سنويا طن الا اذا كانت الاسرة مقتدرة فتنتج اكثر والاسرة الفقيرة تنتج اه احنا في القاهرة هنا المتوسط ما بين مثلا كيلو وثلاثة كيلو للاسرة في اليوم فالثلاثة كيلو دو تدربها في 365 تجيب التن ده فاحنا في القاهرة بننتج يوميا حوالي 14 الف تن من المخلفات ماشي؟ فمش يعني يعني ده يقول انه ما بنزحش الصبح يقول اه نعرض انا عمل ايه بقى يعني كبير جدا من نهاية نظافة القاهرة هناك احياء الان منكم ما تلاقيش فيها ورقة هناك محاول رئيسية منكم ما تلاقيش فيها ورقة طول ما انت طول ما انت ماشي في احياء صعبة اه بسبب سكانها؟ لا هي بسبب طبيعتها بسبب سكانها واشياء كثيرة جدا انا مش هاول ايه الحي اللي حداك شايف انه هو حي كويس يعني القمامة فيه مشكلة القمامة فيه مش قوية لا انا شايف ان المعاد كويسة سكان المعاد عمليم يشتكو هنا لا لا عادي عاملية نسبية بس اه عملية نسبية ماشي العملية نسبية لكن انا عاود اي حد مثلا يمشي مثلا في طريق العروبة ممكن ملقيش ورقة لما يطلع من فلاح سالم ايه طريق العروبة ده ترامره معروف انه يعني ليه وضع خاص يا سيد الفاضل وممكن يكون ايش نيل من حلوان الى شبه الخيمة ممكن ملقيش ورقة وهكذا انا بقول اوتوستراد في اجلاء منه في معادة الجلء اللي عندي مشخيط ناصر بانه له بعض الصعوبات لكن احنا بقى نقولي هادا كان حاجة احنا هادا الموضوع بيتابع يوميا واناك تقارير تأتي يوميا واناك فرق مرأبة بتجوب القاهرة طول المهار بتسجل بيجيب تقارير بتتابع بنقعد اسبوعيا بقى انا وكل رؤساء الاحياء وكل نواب المحافظ ونعرض هادا التقارير ونبدي لناس ديد لاينز وهكذا في احياء صعبة دايما قلت وفي احياء احسن لكن في تطور تطور بيحدث قائم جل الشاكو اكتر كانت في المعادة من موضوع الارتفاعات العشوائية بتاعت الياباني اعطا اعطا خلي بيكترك برضو الناس تشتكي لكن هي برضو اللي بتخالف هي دي قضية ما هو اللي بشتكي مش اللي خالف ما هو اللي بشتكي مش اللي خالف ما هو اللي بشتكي دادن عمه وبنخلته وجاره لا يعني بقى اول على مهم احنا لما سجل ما هو السجل احنا اللي تزعمنا عملية مواجهة مخالفات البناء في وقت الجميع يعرف انه كان وقت صعب واحنا اللي ابتدعنا عملية ناس في العمرات لا ما انا بقول لحد اكتر هناك مطالب يبقى الناس شايفة اللي في حاجة بتحصل في حاجة بتحصل عندهم امل فبيطالبوا لكن الناس لما كان بيبقى في مسؤول عارفين ان هم مش ياخدوا منه حاجة ما كانوش بيطالبوه بحاجة فالناس عندها ثقة في حضرتك عشان كده مطالبهم كتيرة حتى لو كانت بسيطة في بعض الاحيان او مستحيلة في احيان اخرى يعني اقول لحدات كده سريعا بعض الحاجات متى سيتم اصلاح عندنا موضوع المطارية اي مطارية دي بص اشتركك حاجة لا انا اولا اشتركك حاجة المطارية ميكروباس مطارية مياه نعم المطارية دلوقتي اكتر حي بيتم عمل فيه في القاهرة ماشي المطارية له خصوصية هو حي ضخم جدا بينمو بمعدل سريع جدا هو على اطراف القاهرة النمو فيه نمو مرتبط بهجرة من الريف الى الحضر وبالتالي هناك نمط معين وسلوك معين لبعض الفئات مرتبط به ريف متحضر او حضر مترايف ففيه بعض السلوك بيعين بيجوا من الصبح جاي بين طماطم وخيار وكلام من ده وجايين المهاجرين من الاناكن المحيطة وبيفرشوا الشوارع والحجاد دي كلها جاءت فيه زيادة رهيبة في السكان مطرية الوقت حوالي ستمائة الف نسمة بيعيشوا في حي المطرية دي مدينة كاملة فاحنا الوقت يقوله بنعمل في المطرية بنعمل كده حاجة اولا احنا المرسف كل شارع رقصية في المطرية مرة تانية كلها واعتقد اهل المطرية عرفوا المرسف شارع الحرية وشارع الترولي وشارع مصطوض القديم طب هقوله حراك حاجة عشان خطر نشوف انا عندي تقرير مدته دقيقة ممكن نشوفه مع حضرتك كده اه انا ما عندش مشكلة اللاس دلوقت لما هتتكلم هتتكلم وغالبا تبقى مش راضية لانه حتى واحنا بنعمل الحاجات دي بتدايق الناس واحنا بنصلح الميا بتدايق الناس واحنا بنعيد تنظيم الحاجات بحاجات دي بدايق واحنا بننشئ سوق جديد هناك عمل الانشاء بتدايق الناس لكن انا عاود لك تصبروا علينا تلات اربع شهرين تلاتة سوف تكون الامور غير الامور في المطارية طيب خلاص بلاش التقرير وخلينا نتكلم على موضوع مهم خاص بالمطارية وغيرها ايه لان محمد غيب يتكلم يقول انا بنتي عندها خمس سنوات وشهر ولم تقبل بالمدرسة بس في نفس الوقت عندي التماس لحضرتك اه بصفة حد بصفة واحد اولياء الامور اللي تقدموا لتنسيق مرحلة ريال الاطفال المدارس الرسمية 2014-15 لم يتم قبول الاطفال وحيث واننا لم نتقدم لأي مدرسة اخرى نتيجة اعلان الوزارة ان التقديم تابع لمحل السكن وسن القبول من 4 ل 6 سنوات بالرغم من ذلك لم يتم قبول اولادنا مما تسبب في عدم التحقهم بأي مدرسة حتى الان عدد 10.000 طفل ليس لهم مكان وسوف تهضر فرصتهم انا عاود اقول ان الكلام اللي بيتقال ده كلام صح وموضوع العشرة تلاف ده رقم صحيح وده موضوع انا كانت وكيل وده التربية والتعليم في القائرة كانت بتكلمين في هذا الموضوع من 3 ايام تعريبا واحنا متفقين لنبد ان يكون هناك حل لهذه القضية وانا هتكلم مع الوزير وهنشوف لها حل لازل لان ما يفعلش انتبه الامور بالطريقة دي بس المشكلة دي محدش خلائها هي لاها علاقة بعدد الاولاد وعدد الاماكن المتاحة يعني هم تابعين مظبوط لكن مفيش اماكن كفاية لكن هو الاهالي خايفين ان ولادهم تروح عليهم نعم قضية دي مطروحة واحنا زالين الى حال ان شاء الله ان شاء الله حل مشكلة الكهرباء في مشروع ثقر الخريش بالمعادي في نمارات المتوقفة من سنة انا عاود اقول للي بعض اللي بيسعى للسؤال ده ان الموضوع الثقر الخريش قضية بقالة 30 سنة حقيق هذه عمارات اشباح يعني انا عاود اقوله ان الان احنا قعدنا ست شهور بتكليف من رئيس الوزراء نفلط هذه المشكلة ونحدد عناصرها ونشوف ما هي القرارات واجبة الاتخاذ من كل اسف القرارات دي لابد ان تبقى قرارات من مجلس الوزراء وحددنا في مذكرة رئيس الوزراء واحد اتنين تلاية اربعة لان في حاجات لابد ان يتم فيها تجاوز عن القانون لان في اشياء واحد مثلا الشركة بنت في ارض لا تمتلكها عاودين نقنم بنائها في ارض بزبط كده الشركة مثلا باعت الادوار السفلية التي يجب ان تكون جراشات للناس وعملتها محلات لان السعر اللي هي دامج بيها لوحدات السكنية لم يمكنها من استكمال البناء نعم فخلوا قرار في وقت ما ان بيعوا الجراشات عشان يجيبوا فلوس عشان يكملوا البناء فاطبحوا مخالفين بشروط الترخيص يعني التعامل مع هذه المخالفة فليس من سلطة المحافظ فعنا فيها عندنا القضية بتاع السعر القريش اللي في المعادي او على السراد وعندنا حاجة شبيهة بيها في مدينة مصر فاحنا عرضين لذكاء عيش المدرة تدخل مجلس المدرة اذا تم اقرارها هنحل مشكلة قريبا جدا نعم نحل مشكلة عبرها 35 سنة واحنا انا فاكر من انا ورئيس المدرة عندما كان وديل اسكان كنا بنتابع هذا الموضوع سويا ووديل اسكان بصفته في هذا الوقت حل مجلس ادارة الجامعية نتيجة مخالفات وحاول هذه المخالفات للنجابة وهناك مجلس جديد وهناك افكار جديدة فيها بعض التسهيلات من محافظة القائرة عشان تتحل هذه المشكلة حل جزري ان شاء الله ان شاء الله حلوان تقتنق وتحترق من البعاء الجايدين نحط اختفتها ايه انا عمد اقول ايه انه محطة حلوان النهائية فيها مشكلة من اول يناير فيها كان لها بدايات قبل يناير احنا الكلام دلوقتي عن حلوان اه يعني بيتدايد بسبب انه احنا ربنا وفقنا واستطعنا ان احنا نتعامل مع قضية توسط القائرة احنا عندنا نأتي اولويات ان شاء الله قريبا هتم التعامل معامدان رمسيس ان شاء الله بإذن الله وبعد كده العتبة وبعد كده العتبة وبعد كده المرج وحلوان اه وهكذا احنا بتجاوب على اسئلة الناس من غير من غير مسألها لحضر اي شيء انا بحب ودار السلام ودار السلام ماشي فانا اللي انا عرض اقوله انه احنا عارفين مسيحة الفكرة انه اشتحانة بدايات كل حاجة في في نفس الوقت فاحنا بنحاول وبدايج ان كل واحدة من دول لها حل مختلف اه لا علاقة بالطبيعة الجغرافية المنطقة لا علاقة بالبدائل الموجودة لا علاقة بطبيعة حتى الناس لها من الواع المخالفة اه وهكذا لكن احنا يعني مشتمرين وانا عاول اقولي ان الامور دي بتتابع وبتتابع بشكل اه اه يهوبي وان شاء الله انا انا متفائل يعني طيب مع الوزير يعني حدك اكيد بتتابع قاهرة 3560 وتشوفه اسبوع اللي فات كان ضيفي ساة اللي هو رئيس حي غرب اه هنا وكنا طرحين نعم موضوع اه جزء من الكلام كان عن اه اه مصادي وشلته اذا المكان اللي كان بيقعد عليه قد ابنة الراحل المحفوظ مكهة لبابا زي ما عادي بتقوله تاريخ وانا وصني اذا الجلام يعني كله لكن انت بتيجي تصدم بقرار اه اه في تعدي يعني في تعدي بمعنى ايه حضرتك شارع مش بتاعك او ممر مش بتاعك وانت تروح جاي موسع المكان بتاعك اللي هو المكهة واخد وص ممر وضم هذا الوصف الى مساحة المكهة 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 الصورة اللي رحنا زورناها ناردة بتقول الممر الموجود زي ما هو ولم يضم الى المكهة واخدنا من صاحب المكهة الاوراق والتقارير الهندسية بتفيد بسلامة موقفه عمد روحش روبا انا تقول انا معرفش هزي المكهة علي بابا انا وربعان انت على قهوة في حياتي فلا انا معرفش في مكهة علي بابا كان نجيب محفوظ يعني يجلس على هزا المكهة وهو في وس البلد في القاهرة يعني اعتقد احنا بس بالصدفة ان احنا يعني هزا موضوع دار مع سيد اللي هو يا سين واتفاقنا انا وهو ان احنا هنروح نقعد على القهوة قريبا عشان خاطر نتابع المخالفة اولا فبعتنا الكاميرا فلاقينا ان مفيش مخالفة هل حضرتك هتنظر لهذا الموضوع يعني مقع علي بابا ده تلاتة ميدان التحرير اصر النية تلاتة ميدان التحرير ده يعني مفيش مستبار دكتور كده امره بقعدت على وفحاتي عشان كده مرفش فيه مقع علي بابا لكن نبحثه من ناحية القانونية يعني ما فيش هو من ناحية القانونية هو كلام رئيس الحقيقي ان هو الراجل توسع واخد الممرة اللي جنب منه فرحنا لانهم هدوه هدو الكلام الجزء البرا الممرة فرجع وتعدى تاني لكن اللي احنا شايفينه قدامنا لا تعدى المدود نحاسه وندرسه وكل شيء يعارج بالقانون تمام تمام الوزير يعني سمعين كده ان في حاجة هتتعمل قريب مهرجان هيتابل في وسط المدينة كالو زمان اعني انام الحاجتين قريب نعم الحاجة اللي هنعملها حاجة يوم واحد مايو حاجة يوم اتنين مايو ان شاء الله يوم اتنين مايو احنا بنعمل ما يطلق عليه عدد تطوير القهوة الخدوية نعم القهوة الخدوية اللي هي يعني مسلس رأسه رؤوسه مدين التحرير والميادين التحرير والعتبة ورمسيس المكان ده كان اهمل ويحتاج تطوير منشآت ولها قيمة يعني هنعلن يوميها بداية التطوير احنا نعم دم تطوير جزء احنا في بنامل ثلاثة مناطق الان يعني ثلاثة مشريعات مشاريع اترشادية لما يمكن ان يتم في وسط المدينة احدها هو منطقة مشاه في شارع الالفي ومدان عربي وهذه انتهينا منها والحمد لله رب العالمين وتفتحها يوم اتنين مايو القادم ان شاء الله في احتفالية يعني لهذا الغرض نعقبنا تطوير المداني ورجعناها الى شكلها الاصلي والشارع وخلقنا ممر للمشاه واماكن لعاد المشاه اضاءة بشكل جديد تشجير بشكل جديد وهكذا في منطقة دي تبقى منطقة اعتقد النصريين واهل القاهرة هي وكل محبي الاتراج اللي كان موجود اعتقد ان ده يلقى قبول بالحمدهم في نفس الوقت احنا بنعمل منطقة شاء مدان طلعت حرب وشارع اصل النيل بنوعية ما عرفش هي تاتة مدلت وصف بهاد قريب ولاقة لكل المبانية موجودة في مدان طلعت حرب حاليا يعني متى تم الانتهاء او على وشك الانتهاء من اعادة تردين الواجهات حاليا احنا بقى بنعيد رصف شارع اصل النيل بالكامل بنعيد عمل ارصفها بالكامل بنعيد تصميم الاضاءة بالكامل وهكذا لكن يوم اتنين هنحتفل منتهاء العمل في منطقة شارع الالفي وهكذا ده احتفال ايه يوم واحد مايو احنا عاملون ده كايرو بقى زمان ده عاملون احتفال في الحديقة الدولية مدية ناصر مدية ناصر للحاجات التراثية اللي في القاهرة عارف مثلا دمان الجيل الاكبر شوية من الشباب اللي موجودين يعرفوا بقى اللعب القديمة اللي كانت موجودة في مصر المدفع والحجلة والبلي والنحلة والاشياء دي كلها وكل الالعاب التراثية اللي كانت مفتوح للناس كلها انها تروح تزور مفتوح وكمان الاكلات القديمة المصرية اللي برضو بعضها اختفى الايام دي دي الدوم والبطاطا والحلبسة البطاطا والحلبسة ما بطاطا والحلبسة دارو دارو تاني والكشري والبصارة والاشياء دي كلها فده يعني التجربة بالحق احنا عادينا نخرج بس نعمل مود تاني كده في المجتمع والصح طيب يعادة وسط القاهرة اللي راونقها العديم يعني برضو الراونق العديم طبعا لانا عاملين بيبعثونا اهل مصر الجديدة الراونق العديم اللي ما اندفرش اوي جوه مصر الجديدة احنا رجعين لهم نرجع له ما ده اللي عادي اقول بقى يعني احنا قاهرة فيها كذا مكان اولا في قاهرة تراثية اللي هي اكبر من القاهرة الخدوية لان قاهرة الخدوية تضم المساحات اللي انا قلت عليها لي لكن قاهرة التراثية بقى بينضم اليها العصار المعزة بالضبط لا كمان ومنطقة الجامعة عاملين برعاث ومنطقة الفستات والكنيسة المعلقة والالعة والاماكن دي فده نطاق القاهرة الخدوية ده جزء فيه يعني لا تقول داخل قاهرة التراثية ولكنه اصغر ومنطبط بحكمة تاريخية معينة اللي هي حكمة الخدوية اسماعير والخدوية توفية فيه عندنا علاكن تانية بقى في القاهرة يعني المسل الجديدة بقى لها style تاني ولها شكل تاني ومرتبطة باعمال تمت في اوائل القرن العشرين وهكذا فاحنا دي خطوة جاية انا قدت لسه قريب في القربة وقابلت السماء بتوع المسل الجديدة وانا هناك فيه مباني رائع رائع ودي الخطوة الجاية بتاعتنا هي ملطقة القربة وانا هابدى اقول لسانتك واصر البرون الملطقة المحيطة باصر البرون تلات الحياة المباني حواليه شقة هناك رقم عظيم جدا الشقة جنب اصر البرون بتتبع بمليون دولار المالله ليش مليون جنيه مليون دولار اه يا عافوا ال Gru dimensionalث ميليون دولار ازاي ايا ايان ايان احنا من الشمالات فيوسط القائرة و بقالنا خلق حوالي 7-8 شهور فيه تطوّöt كبير جدا بيحدث كل اليوم في لاش بيفس vardıنا من ناحية التمويل انا ان شاء الله يوم التلاتة اللي جاي يعني بدعوة من مش بدعوة يعني بدعوة مبادرتين يعني بالدوادي كده ما بيننا وبين جماعة رجال الاعمال وبين مجلس الاعمال المصري الامريكي بنعرض عليهم احنا بنعمل ايه لانه احنا محتاجين تمويل عشان نستمر وممكن وعرفنا الطريقة يعني انا بقتي احنا بقتي في عمل بيتم في بعض الشركات المتخصصة اللي بتعمل الان اه في وقت ما كان فيه المؤمنين العرب دارة القصور الائسية القصور وعندهم خبرة جميلة جدا احنا نجحنا احنا جنبهم لطلع شركات صغيرة بتكتسب الخبرة وبتعمل نستطيع نحن نعمل في كل القاهرة الخدوية في نفس الوقت نستطيع خلال سنتين نخلق وسط قاهرة تاني جديد بس ده يتطلب اه يعني اه الدعم المعنوي ده موجود والاحتمال المعنوي موجود طبعا انا كنت سألت حضرتك مرة كده تلكونيا كده كنت كنت مداردش مع حضرتك قبل اللقاء من اللقاءات وسألت حضرتك على لو احنا مجموعة سكان في شارع وعايزين نرص في الشارع ده على حسابنا التكلفة ايه ونروح لمن ونقول والله هل في بقى حاجة يقول المتر المربع شارع بتاعك عرضه 8 متر وطوله 100 متر يعني 800 متر المتر بتعمل بكذا فالناس تبع عارفة اه ممكن بس احنا بعمله اكتر من الرصف انا احنا بنعمله في القيارة الوقت لا انا بكلم ده حاجة تانية انا بقول انا النهاردة ساكن في مدينة نصر وعندي في مدينة نصر او انا ساكن في المعادي والشارع بتاعي ده الناس اللي ساكنة فيه مقتدرين ماديا ومش عايزين يحملوا الدولة ومش عايزين يستنوا فيقولوا والله يا هاتولنا الكلام ده عاملولنا الشارع بتاعنا ده على حسابنا حيث ممكن ممكن وبيحدث على فتح انا في المعادي معادي من الاحياء اللي فيها جمعيات اهلية بالذات تقودها يعني سيئات فاضلات والزمالك نفس الكلام ومواصل جديد انا متوقع وبيبالوا كده فيه انا تعملوا ميادين في المعادي انا رحت مرة تحت تلات ميادين في يوم واحد لا خلينا بعيدا عن الجماعات احنا سكان تلات اربع امارات جنب بعض لمينا من بعض وحبينا نعمل الشارع الحتة اللي قدامنا مفيش مشكلة فيعني يعني عكس بقى حاجة تساعدنا حامل ممكن نقول للناس متوسط التكلفة مش لازم النهاردة طبعا نقول للناس والله متوسط التكلفة يا جماع دي عدوا فكروا فيها وفي الناس تقولك والله انا هشيل عن الدولة اه وباخدت اولوية في الشارع بتاعي في الراسل لا دي حاجة تساعدنا جدا لا لا انا حاجة تساعدنا جدا انا بقى هاجل حراك وعرف الرقم عشان خطر ان نبتل نقول للناس متوسطات الارقام اه عشان نقولها للناس ناس عايزة تشارك اه جميل انا حاجة جميلة جدا طيب الدكتور ايمان بيقول ارجو الرد هل مبنى الحزب الوطني غير صالح للاستعمال ام انها الرغم الرغبة في الهدم وخلاص للموسية لا انا اقول شاتك على حاجة الحقائف يعني مبنى الحزب الوطني تلت مباني مش مبنى واحد مبنى صغير اللي هو على الكنش مباشرة اه ارضي وضرين والمبنى الكبير ومبنى اه مصير يعني ايه خلف المبنى الكبير نحية مدارة موسيسة المبنى المبنى الصغير للاحية النيل ده انشائيا غير قابل لاي اصلح بسبب الحريق بالله بتجد ماشي بالعكس يعني يبقى عليه خطر على مدة اطول في خطر اه على الناس المبنى اللي هو المحيط بالمبنى الكبير اه يعني ارضي وضرين الدرين اللي فوق تهداموا بالفعل اه وبالتالي يعني ايه كل يحتاج الى عدد دراء المبنى الكبير خالص بيتنازعوا كذا وجهة نظر اه وجهة نظر الاولى انه هذا المبنى انشائيا قابل الاصلاح ماشي ولكن بتكلفها اه قابل الاصلاح وحش لانه فيه عندنا تقارير بتقول مثلا انه فيه تسعة وسبعين عمود اه مش عمود يعني من عرض لحد فوق فيه يعني انتهت عددين جزء من عمود فيه عوابق يحتاج الى اه اه تكبل اي حد عاود يستخدمه اي استغرام من استغرامات المفيدة اه اه يعني ما ينفعش يتعب الفندق اه لان الاسبيسنج ما بين العمودة والفراغات والحدد كلها لا تستطيع ان تسكل منها الوحدات المطلبة لفرادت من الدرجة المطلبة في اه في هذا المكان اه هناك من يقول انه هذا المبنى له اه يعني مسجل في تجل المباني داته التراز المعماري اه مش مش للعمارة بتاعته معا العمارة بتاعته طبعا العمل المبنى ده هو نفس المعماري العمل ضمن الدور العربية اه فله نفس النمط المعماري اه لكن المبنى اهميته جات من احداث تاريخية مرتبطة بالمبنى اه محداث مرتبطة بايام عبد الناصر وايام الشهدات واه 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 فكان هناك بقى ايه وجهات النظر في هذا الموضوع لكن وجهة نظر تانية طبعا المبنى بعد ما تشوه اصبح يعني اه من الصعب التعامل معه بشكل حالي وهكذا وكان انتظر قرار من مجلس الوزراء من سنة مناء على طلب ودير الاثرار ثم وضرة الثقافة كان لها وجهة نظر اخرى العربة بقى قررناه في الاخر لا في قرار محدد نوع يتم حجم كيف محافظة القاهرة باتخاذ اجراءات هاج من المدارس وهتحول الى حديقة لا لابد القرار نفسه في جزء منه على ان يحدد مجلس الوزراء استخدامه السرقات طيب طيب حضاك وعدت من شوية بموضوع المدارس ان هيتم حلل مشكلة المدارس دي فجي جي رمضان بتقول انا سحبت الملف بتاع ابني بعد ما قالوا لي مفيش فايدة وروحي الخاص هل ارد الملف تاني للمدرسة وانتظر لا انا عاود اقول ان القضية ما هيش سهلة اول كده لكن انا وعدت ان احنا انه مبعد ما ينفعش اسيب اه ناس عندها عشرة تلاف اسرة عندها عشرة تلاف عاية عندهم مشكلة وبقول دي مش هتحل لكن انا الحل بوضوح الان مش لو كان يعني عندي كنت قلته على طول فالان انا بقولوا انه هذه القضية يعني اتصل علمي بها من 48 ساعة نعم وهناك اتفاق ان تراقش مع ودير التربية وتعليم لان هذه القضية غالبة مرتبطة بالقاهرة اكتر من اي محافظة تانية معالي الوزير جيجي ترجع ابنها ترجع الملف الان جيجي دي على جاري من فوق وانا لو ااخد رقم تليفوني عشان اتواصل معك بعت لنا رقم تليفونك يا جيجي عشان اديه لمعالي الوزير عشان خاطر يتواصل معك وان شاء الله يتم حل هذه المشكلة انا الوزير اولا حدك طبعا حديتك شيق موضوعاتك طبعا مهمة جدا بتمس حياة الناس كلها من السواح من كبر السواح من المناطع الحدودية بدل المحافظات يعني لو اولتر حالك تعال انا نلتقي كل يوم نكلم على الهوى الناس هيكون عندها استفسارات تقضي حلقة يومية فارجو ان حضرك ما تبخلش علينا بوقت اكد احنا نلتقي خريبا جدا ومرة تانية بهني حضرتك على الجهد اللي بزل حتى الان في القاهرة ومنتظرين المزيد من الجهد في الفترة القادمة ان شاء الله شكرا جدا بشكر حدك في الان بشكر معالي وزير الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة وبعتذر لحضراتكم ان كنا ما اجبناش عن كل استفساراتكم لكن الاستفسارات كثيرة ومع وعد سات المحافظ ان احنا هنلتقي به قريبا ان شاء الله عشان نرد على باقي هذه الاستفسارات هنروح لفاصل ونرجع في لقاء مهم ايضا هنلتقي مع وزير الشباب والرياضة معالي المهندس خالد عبد العزيز نتحدث في امور يعني تميل كفتها الحقيقة في رغبتي الشخصية واعتقد انها في رغبة معالي وزير نحو قضايا الشباب قبل ان تكون نحو قضايا الرياضة مجدي عبدالغني البولدوزر يتولى الرياضة وخلينا نتولى قضايا الشباب القاكم بعد هذا الفاصل